مرحبا حبايب قلبي شون تكون شخصاكم يا رب وتكونون بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب رجحت لكم حبايب قلبي فيديو جديد وإن شاء الله فيديوني يحجبكم وذا عجبكم الفيديو أتمنى تخلونا لايك وميدكم والحلوة وذا شدتم ما مشتركين أتمنى تشتركون بالقناة وتنورونها فضلا وليس أمرا حبايب قلبي وهنا حبايب قلبي مثل ما جايشوفون فيديونا فيديونا اليوم متنوع على تنظيف سمج على ترتيب مسواق على خبوز وعجل وحبي أتشارككم هاي الأجواء الحلوة هنا طبعا المعاملة ماتتي على مود القناة والأرباح مالتها هنا هاي الأعمارة على طريق الكحلاء للنفوس مالتنا طبعا هاي مدرسة الطفولة ماتتي وهنا صورت لكم الأجواء وأحب أخذكم وياي لأن انتم عائلتي الثانية حبايب قلبي وشكرا حبايب قلبي التعليقاتكم الحلوة اللي يديل على أخلاقكم ربي يحفظكم ويسعدكم ويخلي لكم عزاز قلبكم بجاه محمد والمحمد هنا حبايب قلبي قربنا ندخل للكحلاء لأن النفوس مالتنا كان مال عيالة كحلاء ورادم منعدي إلا بطاقة موحدة وتعرفون المعاملات والحكومة يعني المعاملات كلها الصعبة وبصعوبة يلا تطلعون لكم شي وطلعت الجواز الحمد لله والشكر وطلعت الشهادة ماتتي والحمد لله والشكر على مودي اليوم أكمل ماتتي الأرباح حبايب قلبي أتمنى تدعموني بهاي القناة وتوصلوني 100 ألف مشترك فضلا وليس أمرا حبايب قلبي ربي يسعدكم ويوفقكم بجاه الحسين أريدكم ترفعوا الراسي حبايب قلبي هنا حبايب قلبي مثل ما نشوفون العفو خسلت الطرحة كان الطرح كلش ناعم احنا نسمي طرح محافظة ميسان وقسم السميعات روزي كل من حبايب قلبي تأسمياته احنا هنا نسمي طرح وهنا الطماطة اثنين بألف وهذا الكيلو نصب الطرح بألف وخير وبرك من رب العالمين وبوقتها كان عدة مسواك وهنا أنا جبت مثل ما جاي شوفون الدجاجة الدجاج والله كلش غالة هاي بـ 8000 وهي يعني هم موت شبيرة كلش وهنا أنا نص كيلو مال كبد أنا دائما ناخذ كيلو بس المعميل ما عدة قال بس نص كيلو وقيت لها دعم الشبيت شم وكت وهنا حبايب قلبي حبيتها مشارك كمبينا نضفتها نضيف كل الزين عزلت الحواصل والشبود بوحد وبعدين كلها أرت بيننا نتعرفون الحواصل يعني يطيح من أتنأكل بداخلهن وهيش يسوارب واليوم راح يصير لي بالسبح تيام أنا ما منزل فيديوات لأن الصراحة ماكو تفاعل بالفيديوات يعني المشاهدات كلش قليلة والتفاعل كلش قليل أتمنى منعتكم هذا الفيديو تفجرون لي باللايكات ومشاهدات ربوي يسعدكم ويوفقكم بجاه الحسين هنا حبايب قلبي الآن القلب مال الدجاج أفتحنا على مود ما يبقى بيه دم بداخلهن تعرفونهن وهنا أنا أقطعنه حسب كل من وراغبته تعرفونه كبار تعرفونه صغار كل من حسب عائرته اللي يتحب وإحنا الصراحة الكبد بس أبو الجهال يعني يأكله يعني يحب الجهال ما يأكلونه أبد وأنا همما ما أأكله موهل قد يعني إذا كريت من عده يعني فتلفه شي قليل فهو يحب يفيد مرات عشية مرات مثل غده إذا واحد مستعجل مثل إذا أكله نسويه وهو ما يأكله يعني أحمس له فأرتبه مثل كل طبخة بحد أفضل حبايب قلبي وحبايب قلبي هاي فيديواتنا تحفيزية وغير تعليمية أعرف كلكم تعرفونهن معدلات ما كل يوم ابنية أو مره ما تعرف تنظف وتغسل بس إحنا فيديواتنا كتحفيزية لكم ونشارككم بيومنا البسيط حبايب قلبي هنا أنا أزلت الكبد كدمن هستتقولون هذا شوية مرات مثل بالعشية تعرفون على بتيتي بيتنجان طماطي مثل كب وعدش وخير وبركة وهذا يعني يصير مرات يعني هو مو دايما يعني مو يعني أكله كلش يعني نقول يعني أكالك وبها يعني زينا من الحمد لله تاكل إحنا لا أكله كلش قليل وأنا أنا مثل ما أشوفون راح أخلي بتشياس هاي تشياسة أنا أشتريها عيار أشتري تريدوني بألف تريدوني بألفين حسب يعني تريدوني وأنا أرتبها على مو دي يعني بسهولة أطلع من أتها إذا يعني حتاجيها تريدت أسوي وأنا بلكة يعني فيديواتنا فد ملاحظة بسيطة شيء يعني تفيدكم وإحنا طبعا نفيد ونستفيدها إحنا نستفاد من أدكم وأنتم تستفادون من أدنى والتوفيق عبايب قلبي للجميع هنا أنا نظفت الدجاج جمالتنا كله زيان بس ما قطعتها خليتها بكبرها لأن تعرفوا المرات واحد يجب بالعي شوي هي أو يقصها مثلا نصيا يعني حسب الهاي لأن أنا أنا كان ووقتها أدي يعني دجاج هيش أفخاذ وصدر فقط هاي أخليها بكبر هذا نحتاج شوي نحتاج هاي بعد شنو اللي نريد أن نسوي هنا أنا نظفتها كله زيان وهنا أنا الشوة شمالتنا طبعا هذي الشوة شمال عمارة كلش طيب وسهمكم أكيد العافية حبايب قلبي وشاركتكم بيها ما بتنظيف السمج بس اليوم روتيننا لا غدا ولا طبخ نانا تعرفون واحد جيت من المعاملة والسوقت فحبيت أشارككم طريقة المسواق معنا والعجن والخبز وأتمنى حبايب قلب هذا الفيديو يعجبكم وانتم مكتبوننا بالفيديوات شين اللي يحابين وطبعا جاني سؤال من ابنية قالت قد قد جهال وذا ما تحكين ألغي الاشتراك حبيب قلبي مو على كل شي نلغي الاشتراك طبعا يعني اللي يحبي يبقى مشترك أهلا وسهلا بي والما يحبهم أهلا وسهلا بي أنا ما جاب رأحد الحمد لله والشكر متابعين عدي وجايجون مشتركين والفضل لله سبحانه وتعالى ثم ألكم حبيبة قلبي طبعا أجاوبان لأن احنا ديوتيوباريين لازم نجاوب على السؤالات اللي نقدر نجاوب عليهم أنا بالنسبة لي من محافظة ميسان مزوجة وعدة ثلاث جهال اثنين بنات وولد ومثل كأي عائلة عراقية متواضعين يعني حالتنا المادية الحمد لله والشكر يعني متواضع لا شبعانين ولا يعني كلش يعني الحمد لله والشكر على كل حال وفتحنا القناة يعني كباب رزق إنا والعائلتنا وهمة مثل ما نقول واحد يتعرف على هالناس يعني الطيبة وتعليقاتكم وتحفيزكم لأن احنا تعرفون لا عندنا وظيفة لا عندنا مثل في الشغلة فلازم واحد يعني يعين نفسه وهم يعين عائلته ما بيها شيء مثل احنا اليوم ما ننتكل والله اليوم ما أنا ما درست فلازم أبقى قاعدة ما أسوى أي شيء لا أحباه بقلبي أنا ما درست بس لازم أفلح بغير شيء مثل بالنسبة مثل أفتح لمشروع أفتح لي قناة أسترزق منعتها إذا ما أقدر قناة وظروفه ما أقدر مثل خياطي إذا خياطي ما أقدر أحط لتنور وأخبز بيتي يعني هواي هواي شغلات يعني إذا ما أقدر يعني هاي الشغلات أحفن مثل أفتح لصالون إذا أنا في صاحبة يعني خبرة وهاي فلازم هيك هنا حبايب قلب هذا العجين عذروني ما عجنته وياكم والعروق الخبز العروق الجنات كانت بوقتها كل شيء يعني صالها يومين ثلاثة تطلع عليه تريد خبز العروق بعدين ذكرتها قلت خليني أثروم لها ثرمت كرافوس وتعرفون هاي الطماطة بس القشرة الفوق وشن اللي حاب بنا وكرافوس وبسط وانتم شن اللي حاب بنا شحم لحم شن اللي حاب بنا نظيفونا وياها صير كلش طيب الخبز العروق أنا سويت كلش خذية من العجينة سويت قد أربع يعني خبزات صارة وإحنا عائلتنا تدرون بها صغيرة الحمد لله والشكر هات كلش كافة علينا وزايد وهنا شنقت العجين مثل ما جايش شوفون الناس تقول ندولش ناس تقول نشنك كل من حسب قلبي حبايب قلبي كل منه وتسمياتي هنا مثل ما كملت العجين لازم نغطيه لأن اللي تعرفون الجوحار وبساعة صير قشرة فوق الخبز لازم يبقى متغطي نطلع الصفحة اللي نخبز من العجين وهنا حبايب قلبي عذرون الاستان كان كلش يعني عالماء يعني خليت بالاستان الزغيرة تعرفون واحد خبز والله العظيم يعني بالتصوير يعني كلش واحد يتخردل الخبز يعني أنا والله العظيم يعني خبز يعني مو يعني مثل ما نقول بس يعني أعرف أخبز الحمد لله بس تخردلت أنا قبل يعني قبل كنت خباز الصحيح يعني كنت بالسوق يعني أكيد يعرفون هالمحمودية اللي وياي متابعين كنت أخبز ببكته هناك بس من كنت هنا ببرمانة وبعدين بحي الخضراء والله مو هل قد الناس يعني مثل ما نقول بابة عرب يعني حتى تنور طينعتهم يعني ببرمانة فتركت الخبز بعدي يعني عجبتني هواية القناة يعني فتحت القناة بذيك قناة يوميات ومشهد وبعدين هاي القناة خذيتها من أم يوسف وتحياتي إرهي وإن شاء الله حبايب قلبي أنا أكون أختكم وصديقتكم وذا محتاجين شي أنا راح أخليكم رابط الأنست بأول تعليق وأثبت لكم اللي ري تتحاب يتواصل وياه كده الهلا بيكم حبايب قلبي هنا أشوف الصاربية بالعجين والخبز بالمعاصم طبعا والشي أكيد واحد يكمل وبعد يسباح ويذب ملابسة والحمد لله والشكر على كل حال والصراح الخبز يعني كل شي بالجو والحال ما يراد إحنا دائما يعني نحط الطحين مالتنا عد الخباز بالشي تصيف يعني مو هالقد أخبز يعني حسب يعني المشته اللي إحنا نريد خبز من البيت بس هذه الشي خبز نطي الطحين مالنا وفلوس ويخبز من الشهر للشهر وإنها حبايب قلبي يكمل الخبز ماني وأتمنى هذا الفيديو حبايب قلبي عجبكم وماما اللي أتم منعد حبايب قلبي إنها الخبز ماني طلع الحمد لله والشكر وجنات خطيئة كيفت من خبز تذه خبز العروق وإنها حبايب قلبي أذنونا صوت اليوم ما أدرش به لين الصبح وجاي منتج لكم صار لفترة ما منزلت لكم فيديوهات وأنا أسفع عن انقطاع وإذا حاب كدت شم يوم أنزل لكم وكتبولي بالتعليقات حبايب قلبي هنا أنا كملت العشة مانا السيوف طماطرات وأنا هذا الخبز يعني عشعة السريع ما صورت لكم والموبايل همه والله العظيم كل ساعة يفصل من حرارة التنور وحرارة الجو يعني فبوح هذا هنا هاي الكوبة أنا سويت حبايب قلبي شوفكم فيديو جدي مع هذا